عام جديد يشك على الرحيل وما تزال أعيو النازحين ترنوا صوب الديار أملا بعودة قريبة شتاء جديد يأتي على مخيمات النزوح وظروف قاسية تضرب تلك الخيام البالية التي نصبت منذ سنين على أنها مؤقتة لكن الرحلة طالت ويبدو أنها ستطول أكثر نحو مليوني نازح في العراق لم يستطيعوا حتى الآن العودة إلى منازلهم بحسب ما أكده أحدث تقرير أعدته منظمة الأمم المتحدة التقرير عز ذلك إلى عوائق كبيرة تحول دون ذلك منها المخوف الأمنية والقضايا المتعلقة بالوثائق وفقدان سبول العيش المنظمة الدولية أوضحت أن عدم الاستقرار في العراق مرتبط بارتفاع معدلات الفقر والتأخير في تثبيت أركان المصالحة المجتمعية والافتقار إلى فرص كسب الرزق والتوترات السياسية والفوضة الأمنية التي تتسبب في موجات نزوح جديدة وهو ما أثر على معدل عودة النازحين إلى مناطقهم التقرير لم يقتصر على أوضاع النازحين فقط بل أكد أن نحو ستة ملايين وسبعمائة ألف شخص في العراق بما في ذلك أكثر من ثلاثة ملايين طفل وثلاثة ملايين امرأة ما زالوا بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية العاجلة التقرير الأممي أكد أيضا أن ما ذكرته العديد من الأبحاث والدراسات حول الأوضاع المأساوية التي تعيشها فئات واسعة من الشعب العراقي خاصة الأطفال النازحين الذين باتوا يواجهون مستقبلا غامضا في ظل منع الكثير منهم من لفرصتهم بالتعليم بسبب فقدان الوثائق الثبوتية كما تقول منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان ولا تعتبرت سياسة منع هؤلاء الأطفال صادمة وطالبت بإعادتهم إلى المدارس في أسرع وقت ممكن ورسم التقرير أيضا صورة قاتمة عما تركته المعارك العنيفة وأهوال النزوح من آثار نفسية جسيمة على مستقبل هؤلاء الأطفال الذين ما زالوا يعانون مع ذويهم من افتقار أبسط وسائل العيش الكريم بينما تذهب المليارات التي خصصت لهم إلى جيوب شركاء العملية السياسية المقيتة اشتركوا في القناة